البكتيريا والجراثيم البكتيريا والجراثيم نجدها في المنازل وأماكن العمل وفي المطاعم أيضا وعلى عكس ما يعتقده البعض فهي تتجمع في المطاعم بعيدا عن المطبخ وأماكن تحضير الطعام فأكثر الأماكن تجمعا للبكتيريا في المطاعم هي المقاعد 70% من المقاعد تحوي أكثر من 15 نوع من البكتيريا الضارة منها الإيكولاي فعشرات الزبائن يجلسون على هذه المقاعد يوميا ونادرا ما تنظف جيدا في المرتبة الثانية لأكثر الأماكن تجمعا للبكتيريا في المطاعم لائحة الطعام حيث تبين أنها تحوي بكتيريا أكثر من كرثي الحمام وأبرز البكتيريا التي وجدت هي السلمونالا والإيكولاي وبكتيريا أخرى قد تتسبب بأمراض عدة منها التهاب الحلق أما زجاجتين ملح والفلفل التي تستخدمان بكثرة ونادرا ما تنظف تتكاثر فيها الجراثيم وشدد الخبراء على أن شرائح الليمون التي تقدم في كوب الماء نادرا ما تنظف قبل تقطيعها وسرعان ما تنتقل البكتيريا من تلك الشرائح إلى الماء ومنه إلى الجسم مباشرة ولتجنب البكتيريا ينصح الخبراء بغسل يدين قبل الأكل ولكن بعد اختيار الطعام أو يمكن الاستعانة بالمنديل المعقمة آسيا صفي الدين العربية